السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 9 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح ينتقل لبرج الأسد وبعديها اليوم برضو في عنا انتقال المريخ اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور القمر الآن موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 7 و28 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينج بعدها بدو ينتقل لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد حتى صباح يوم الأربعة 12 أربعة الساعة 5 و38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة يعني منقدر نحكي هي للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و26 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج من ظهر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر زي ما حكينا من الآن ولغاية ساعات العصر رح يظل موجود في برج السرطان معناته من ظل لغاية ساعات المساء منشعر بقوة المشاعر والعواطف ولكن حساسيتنا بتكون زائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط نتحسس من كلمة أو من تصرف أحد الأحبة أو أطفالنا ورغم أنه في نوع من أنواع الجو للتقارب مع أحبانا وأطفالنا من ميلق القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن أي ذكريات قديمة تظهر على الساحة وتذكرها وتذرف الدموع أو تذكر الماضي أو تحزن عليها إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم في هذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد أي شخص اليوم لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا اليوم الاهتمام باستئجار بيت أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث رح نتكلم عنه وهو انتقال المريخ انتقال المريخ رح يكون الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد تسعة ستة ورح يضل في حركة أمامية لغاية يوم السبت عشرين سبعة لتمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء الحلقة الكاملة والشرح الكامل المفصل بالزوايا وتأثيراتها على جميع الأبراج صارت موجودة على القناة للي بده يستفيد أكثر من ناحية إيجابية طبعا بيستفيدوا موليد برج الثور من النشاط والطاقة والجراءة وبتتعزز الرغب الجنسي لديهم ولكن ممكن يندفعوا في تصرفاتهم أحيانا أو يعني شوي يكونوا متهورين أو عصبيين بتأثيرات إيجابية طبعا في عندهم طاقة عالية جدا يستفيدوا معها طبعا موليد برج الثور موليد برج العضراع الجدي والأبراج والأبراج المائية أيضا اللي هم مثل برج السرطان والعقرب والحوت هدولة برضو من المستفيدين بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وست وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بالنسبة لهذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك مرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفن بأنواعه الميل كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية لها تأثير تقريب السبع أيام مستمرة بتأثيراتها لخمس أيام قادمة طبعا ذروتها اليوم الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منها لبدل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين خاسين وعنيدين ممكن نتعرض لبعض الصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب الوضع علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق دوليا بالدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطرابات في البورصة والقيم وقلة اهتمام الحكومة بدور العجز والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على الشعوب كما أنها بتزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات تتعلق بالفن والديكور والتجميل أو المجالات الفنية بكل تخصصاتها هاي الزاوية أيضا مناسبة للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أيضا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي ما رح يعني يستمر لفترة طويلة هو رح يبدأ الساعة سبعة وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شرى شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج الأسد عشان هيك من ساعات المساء بيبدأ الناس من حوله أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع أحبانا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا أو أبنانا ويمكننا أن نقترض المال منستثمر برضو في هذه الفترة بشكل إيجابي ومنشتري بعض الأشخاص ممكن يشتروا مجوهرات ثمينة أو منكون جريئين أكثر ممكن نرتدي المنابس الأنيقة أو نهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة الثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتسببنا برضو بعض الخصومات وخصوصا مع النساء هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو أي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية أو الغامضة أو الروحانيات أو الأسرار وبرضو بتقوي من شهوانيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب وأيضاً غشاء الصفاق والجهاز اللمفاوي وعدم الصدر طبعاً هاي الأعضاء لغاية ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب والعمود الفقري والظهر والجانبان طبعاً بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب أيضاً هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن الجراحة للمعدة اللي هي عمليات التكميم طبعاً ما بنصح فيها خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء بيبدأ خلو المسار الساعة سبعة وخمسة عشر دقيقة مساء من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى صباح يوم الأربعاء الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال اليوم الثلاثة اليوم الثالث ساعة أربعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحاً بصير أربع أيام أو منبدأ باليوم الرابع نسبة الإضاءة تلتطاعش بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في السرطان وزي ما حكينا في ساعات المساء بده ينتقل للأسد ورح يضل في الأسد حتى يوم اتناش ستة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارة في الجوزاء حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 70% الآن ساعات المساء سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17.6 منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل ورح ينتقل للثوز في ساعات الصباح زي ما حكينا ورح يظل في الثور ليوم 27 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% ارانوس في الثور حتى يوم 1.9 منتحس بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا خلال هذا اليوم ولغاية ساعات المساء بضل الأمور البيتية والعائلية هي اللي مش غلي فكركم أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم موسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم قصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة رغم انه الأجواء ضاغطة والمسئوليات كبيرة ولكن ممكن اليوم تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل في بعض المصاريف المنزلية الطارئة أما في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا المستوى العاطفي بصير عالي جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات يعتبر هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة تتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة جدا دافعوا عن مبادئكم ولكن بليونة ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم واحفظوا خط العودة ممكن اتمم اليوم لقاءات اجتماعات او عمل مفيد او تتخذ يعني خلال هذا اليوم بعض القرارات المهمة اما في ساعات المساء بتعيد وتنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي او حدث عائلي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتظل في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي من الان وحتى ساعات المساء ومنكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او ممكن يحصلوا على هدية ام مش انه تخففوا من النفقات قدر المستطاع بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجرؤوا على النقاش فترى مناسبة لبحث موضوع مهم او لتقديم امتحانات او المطالبة بحقك يعني بتقدر اتمارس صلاحياتك اما في ساعات المساء بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والحوارات ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا بظل في نشاط عالي جدا وحيوية وقدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم من الان وحتى ساعات المساء اهم مش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن اذا كنتم على حق ممكن تحقق انتصار او تظهر مزايا رائعة بتلفت انظار الجميع فترة ايجابية حاول انك تستغلها طبعا بتتسلط الاضواء بشكل كبير عليك خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية او الاهتمام ببعض المسائل اللي تتعلق بالقروض والديون او صفحة جديدة او قرار جديد من ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا التعب رح يضل مسيطر عليكم او المزاج مشرير هيك وفي نوع من انواع التوتر من الان وحتى ساعات المساء لانه القمر مازال موجود في بيت المتاعب فانجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة اعملوا بشكل روتيني ما تتخذوا قرارات حاسمة ممكن تشعر كأنك مرهق قليل الحماسة اهمش انك ما تنتظر اي جواب يعني اي شخص بوعدك بشيء ما رح يوفي فيه خلال هذا اليوم الظروف فارغة من الحضوض تهدأ الاجواء وبتخف وطيرتك لحد الركوت اهمش انك ما تستعجل اي امر عشان ما تخيب امالك وانتبئ على صحتك كل ما اقتربنا لساعات المساء بتمتلع نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشاركوا من الان وحتى ساعات المساء في مناسبة سعيدة او لقاء اجتماعي اهمش انه تتجنب انتقاد اي شخص صحيح انه هاي الساعات بتحمل لك فرصة مناسبة لحشد التأييد او الدعم وهي فترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم انت بتمتلك القدرة على التواصل البناء من الضروري حشد الدعم والتأييد وحاول انك تلعب دور بناء اما في ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسموا امر لانها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الان وحتى ساعات المساء بوسعكم اثبات جذارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هاي الساعات لغاية المساء مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية تسبب لك نوع من انواع القلق او عبئ اللي بيتعلق بالمنزل او احد افراد العائلة اهمش انه ايضا ما تجازف باستقرارك او معنوياتك او شخصيتك الاستقرار مهم جدا خلال هذا اليوم اما في داعي للمغامرات فهدئ من روعك يعني في بعض التوتر اما في ساعات المساء منكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة او لقاء بعض الاصدقاء راح تنشط اجتماعيا بشكل كبير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل في نشاط بالتنقلات والاتصالات والسفاريات والاهتمام بامور اشخاص خارج البلاد ولكن يتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن من الان حتى ساعات المساء بدك تحاذر من التعب والوعكات الصحية او التقلبات اللي ممكن تصير حتى على مزاجك اما في ساعات المساء بدكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر من ساعات المساء فترة مناسبة للاشخاص اللي بدهم يبحثوا عن عمل اهمش ان تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الاجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الان وحتى ساعات المسائب تنهمكوا في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات الا انه في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض سارعوا لتصحيح الاخطاء واستعادة ثقة الاخرين ولا تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيمة مع الاحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة العمر الواقع عبا عن رأيك بهدوء وما تستفز اي شخص اما في ساعات المسائب تنشطوا بالسفر الاتصالات البعيدة لاهتمام بالاجانب او التواصل مع اشخاص خارج البلاد كونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة برضو اليوم لغاية ساعات المساء ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء شركاء العمل العاطفة الأزواج وبدك تظلك منتبه لانها هاي فترة متوترة ممكن تتورط في ازمة انت بغنى عنها ممكن تطر للابطاء بمسار بعض الامور او تغير نمط معين اهم شي انك ما توجه اي انتقاد لأي شخص وابعد عن المشاكل والخلافات والعصبية واهتم بصحتك لغاية ساعات المساء اما في ساعات المساء وما بعد بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة ممكن تحصل على بعض المكاسب انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالامور الثانوية برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا العمل بظل يتراكم عندكم لازم ترتب وضعك بشكل جيد اترتب اعمالك تنجز العمال الضرورية والمهمة اولا بعد انت انتقل لعمل اخر من الان وحتى ساعات المساء حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وما تدخلوا في اي مواجهة مع زملائكم بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل او تهتم بوضع صحي اليك او لاحد الاحبة بتكثر المسئوليات خلال هذه الساعات والالتزامات على انواعها بدك تكون حريص على عملك وتباكر اليه اما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شركاتكم كنوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم سواء شركاء المال او شركاء العاطفة وحاضروا من الخلافات وما الضخم الامور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم من الان وحتى ساعات المساء بظل الاجواء العاطفية جيدة جدا للتواصل مع الاحبة او الابناء حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل بانجاز او انتصار او تنمو بعض العلاقات او تزدهر بعض العلاقات بشكل اوفى ولكن حاولوا انكم ما تفرضوا وجهة نظركم على احبائكم فترة مثمرة وجيدة ودعم للكم بقوة لغاية ساعات المساء اما من ساعات المساء وما بعد بتكونوا تنتبهوا لصحتكم اكثر بيبدأ العمل بالتراكم اكثر واكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم عشان هيك فيطلب منكم التركيز بشكل جيد وتستغلوا فرص النهار لاتمام كل الاعمال الضرورية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء